أنا أعدى بسمعه الآن لأن دكتور سامي على حياته مسح نبوية فأنا أعدى مجرؤة الآن جداً لحسن يقول لأنا حقوله لكن ما أقول ما أقول ما أقول ما أقول ما أقول إنه مجرد في مجرد ويؤكد ويؤكد في نفس الاتجاه الذي دكتور سامي كان يتحرك فيه أريد أن أتحرك إلى سبيلتور سامي 144 ده سورة كتابية عن حالة الملكوت أو حالة مجتمع الملكوت من البركة أو من الوفرة الروحية اللي بتنسكب على مجتمع الشعب اللي بيعيش تحت عهد إلهي وتحت هذه المظلة من العهد الإلهي في وفرة ثمر بتنسكب عليهم لأنهم بيعيشوا في هذا المجتمع من العهد آيات 12 و13 يكون بنونا مثل الغروس النامية في شبيبتها بناتنا كأعمدة الزوايا من حوتات حسب بناء هيكل أهراؤنا ملآنا تفيض من صنف فصنف أغنامنا تنتج ألوفا وربوات في شوارعنا هذه الصورة عن البركة الثمر النهضة السكيب من البركة الذي يسكب الرب على مجتمع الملكوت أنبياء كثيرين تنبأوا على مدارسين ويوثق في نبوتهم بيتحدثوا عن حصاد الأزمنة الأخيرة أنا أؤمن بهذا الإيمان وكثيرين يؤمنوا بي أننا نخش على أزمنة فيها اختراقة في الحصاد لكن هناك دور شخصي لكل حد فينا ومسؤولية شخصية لإدراك والحركة في هذا الاختراق زي ما دكتور سامي كان بيشارك عن مستوى السلطان المعطلين في المسيح وكان بيشارك عن مستوى السلطان الذي يزداد في الأزمنة اللي جاي كل حد فينا لما بيقف في المكان بتاعه المكان المعجزي اللي هو في قدس الأقداس اللي هو في عرش النعمة ويرفع إيدي بهذا السلطان لما بتشرع في قطك أو في الاجتماعات بتاعتك بإعلان السماء وبكلمات السماء وبكلمات الكتاب مؤدس السماء تلمس أرضك العدو لا يستطيع أن يقف أمام تشريعات زي كتب لا يستطيع أن يقف أمام تشريعات زي كتب يجب أنك تدرك قوانين عالم الروح قوانين عالم الروح بتقول وانت رفع إيدك في الحضور الإلهي بدم يسوع إبليس لا يستطيع أن يقف لكن إبليس يعمل محاولات إنه يعطل أو يبطأ أو يمنع وقوفك في مكان السلطان اللي بيطلق الاختراق اللي في قلب الرب عشاية 49 أربعة هارا آية تانية أشعية 49 وآية 4 أما أنا فقلت عبثا تعبت باطلا فارغا أفناية قدرتي هاراها مرة تانية آية 4 أما أنا قلت عبثا تعبت باطلا فارغا أفناية قدرتي لكن حقي عند الرب عملي عند إلهي ده إحد الآيات المشهورة في سفر أشعية تحت عنوان العبد في ذلك الزمن في مستويات لتفسير الإصحات بتاعة العبد في سفر أشعية عن شعب الرب بعكى عن يسوع المسيح نفسه وبعكى عن الكنيسة هناك موقعات في حيات المسيحة عندما يأتي الرب ويقول أشعب الرب أو يجعل الأشياء يحدث عنه يجعله أنه لا يفعل شيء أنه لا يفعل شيء أنه لا يفعل شيء في أزمنا بيأتي هجمة من عدو الخير على شعب الرب وعلى أولاد الرب تديهم هذه المشاعر الخادعة أنهم ملاشي وعبثا تعبوا وفارغا أفناية قدرتهم ليس لهم تأثير وليس لهم سلطان هذا هو الأسلحة للأسلحة وهو أحد الأسلحة القليلة التي العدو يمتلكها وهي الإحباط أو التفشيل والتقليل لأنه إذا كنت تتخلق تترك مكان سلطانك وتقعد ما تعملش حاجة الإحباط الذي يؤدي إلى وقوف بيمنع الاختراق والحركة للأمان التي دعيت لها لا تتخلق لنا ونحن نحن 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 في الحال التي تقف قدام العرش وترفع يدك وتعلن سلطانك وتعلن مجد الرب وملكوت الرب سماع الأرض هناك أخر أريد أن أرد ولكن أريد أن أرد ها في الإنجليز لأن الإنجليز لا تتخلق بسيطة آية تانية حقراها مش حقراها بالإنجليز لأن الإنجليز ترجمة مش دقيقة زل عربي إيزايا 17-11 أشعية 17-11 حقراها لكم أنا يوم غرسك تسييجينها في الصباح تجعلين ذرعك يظهر ده بتكلم عن الكرمة لكن يهرب الحصاد في يوم الضربة المهلكة والكآبة العديمة الرجاء أنت مدعو أنك تزرع وتقلب الأرض وتسيج على الكرم وتحصد من الكرم لكن الحصاد بسببين وهنا إحد الأسباب هو الكآبة العديمة الرجاء العدو يحاول يرمي عليك هذا الاكتئاب أو هذا التفشيل وإحساس بالقلة الذي يقوم رجع وراء الحركة لقدام للحصاد الذي رب دعيك لي لكن كما كان دكتور سامي يقول هناك مستوى من السلطان عمال يزداد على شعب الرب الاختيار قدامك فاستيقظ كل مرة ترمي على حياتك هذا الإحساس السلبي أو المشاعر النفسية التي تحصرك في حتة ديئة دوس عليها دوس يا نفسي شيء الوحيد اللي يوقف حصادك إنك أنت تقف دي الكلمة ببساطة ملخصها الجواية ليكو النهاردة على مستوى شخصي كل حد فيكم هو المفتاح نعم حقي عند الرب عملي عند إلهي أنا أقف في السماوية أنا أشرع السماء تلمس أرضي أنا أعلن أن حصادي يأتي لن أستسلم للتفشيل من فترة طويلة كان عندي هذه الرؤية حلم يعني كان جواية حتى قبل ما بنتنا تبقى موجودة كنت بصلي من أجل الحصاد ومن أجل الخدمة كان جواية هذه الصورة لصحرة كبيرة ومليانة تلال الرمل وبعد تلال الرمل كان هناك وادي وواحة كبيرة جدا مليانة خضرة ومليانة مية مليانة ثمر مليانة مياه مليانة أشجار جميلة جدا وأنا كنت فوق هذا التل من الرمل بس التل كان عالي قوي كان جواية بقول يا رب أنا حب أكون موجود في الواحة لأنها مليانة حصاد مليانة خضرة جميلة جدا مش عارف أنتم عملتوا حاجات السياحية ولا لأ في مصر أو في خليج يعني بعملوا حاجات دي بيعندهم عربيات تلال الرمل فيأخذوا السياح ويعديوهم في تلال الرمل يعني ناس اللي بتحب الرمل يعني وبرغم من منظرها حالة بتفرج عليها في التلفزيون تحس أنها لذيذة أو سهلة لكن الحقي هي خطيرة جدا لو أنت في عربية من العربيات دي لفوق تلال الرمل وقفت في نص وانت نازل في نص التلة كل حاجات تقلب العربية كلها تتقلب وتنزل من تضحرك العربية تقلب وانت تققع من العربية المفتاح أنك قوعة تقف وانت تتحرك والمفتاح وأنك تتحرك بالعربية بسلاسة وعمرك ما تقف ونت نازل من تل الرمل لكن تتحرك مع العربي المفتاح إنك تفضل بتحرك لقدام بسلطان وبإيمان بدون ما تفشل بدون ما ترجع لورا بدون ما تنحسر تحت رجليك وتكمل في هذه الرحلة الروحية كل حد فيكم مهم جدا للاختراق ده زي ما كنت تحذير اوعى تستسلم للتفشيل اوعى تبص حواليك وتقول أنا مش مسمر محتاج تفتح هذا الغلالة أو هذا النقاب اللي مغطي على كل الأمم اللي مغطي وعمل السحابة السودة من على كل الأمم وتفتح هذا النقاب عشان ترى في الروح كل الحصاد اللي جاي وكل الاستخدام اللي رب عزي عمله في حياتك كل مرة بتطلع صوتك بإيمان أو بتشريح كل ما بيكون في حصاد لهذا الصوت الخارج كل مرة بتعلن إعلان الملكوت الآتي هناك نتيجة لصلواتك أمين خلونا نصلي مع بعض عشان كده مارك نميشي خلونا نصلي مع بعض يا أبو السماء أشكرك من أجل كلمتك أشكرك من أجل روحك قدوس أشكرك من أجل أن كل حد هنا معجزي كل حد فينا مدعو من أجل حصاد ألوف وربوات أعلن معايا كده أنا أعلن أني أقف في مكاني أقف في الروح أمام العرش وأقف في مكان دعوتي أعلن إيمانك معايا أؤمن أؤمن بالحصاد أؤمن بربوات وألوف في شوارعنا زي ما مزمور 144 بيول أؤمن بأبناء وبنات ينمون بقوة الروح القدس ينمونك الغروس النامية في شبيبتك أعلن السماء تلمس أرضي في هذه الأزمنة وفي الأزمنة اللي جاية أرفض وأقاوم كل كلمة عدو الخير برميها على قلبي وعلى مشاعري بالتفشيل وبإحباط وباكتئاب أرفض كل كذب عدو الخير من عدم الإثمار بيرميه على أي مشاعر فينا على التقليل والتهوين من الدعوة في حياة أي حد هنا أؤمن بالسلطان أؤمن بتأثير الصلوات والتشريعات وتأثيرها في ملكوت الرب بالسماوات وعلى الأرض لولا أني أمنت أمنت أني أرى جود الرب في أرض الأحياء أمنت أني أرى جود الرب في أرض الأحياء أقف بإيمان ولن أترك إيماني كلمتك هي الحقيقة كلمتك هي الحق كلمتك هي الحقيقة اللي بتغير الواقع نعلم حصاد حصاد يزداد في الأزمنة اللي جاية حصاد ملكوتك يزداد في الأزمنة اللي جاية أبويا السماوي إملانا 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 لا توقف لا توقف كل قوة توقف كل قوة تفشيل بتحاول توقف حركتك لقدام كل قوة إجهاد لحركتك لقدام الآن باسم الرب يسوع لا توقف اعل ارفع ايدك واعلن كده لن اتوقف باسم الرب يسوع لن اتراجع لن اقف في اسم الرب يسوع في خطورة في الوقوف في خطورة انك تقف زي الصورة اللي ترسمت قدام عينيك لو انت في هذه الاتلال الرمل لو وقفت العربية بتتقلب فتحرك دوس بنزين اعلن البنزين هو الايمان البنزين هو كلمة الرب البنزين هو الروح القدس اللي بيدفعك لقدام فقول انا حدوس للاخر حدوس للاخر لن 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 يوقفني شي باسم الرب يسوع فمدي ايدك معايا هللويا رب ملانا 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 جرأة الآن ملانا جرأة الآن جرأة 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 هللويا جرأة 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 لكي نشارك بسبب الرجاء الذي فينا العالم بيبحث عن رجاء قل يا رب ديني جرأة ان اشارك بسر الرجاء اللذي فيه هللويا مع كل حد في كل لمسة في كل ابتسامة في كل علاقة في المحلات في السوبر ماركت مع اصدقائك مع الناس اللي حواليك مع زمالك في الشغل قديني جرأة ان اشارك بسر الرجاء اللذي فيه وكل لمسة بلمسها في الدائرة بتاعتي في دائرة الشباب بتاعتي في دائرة الكلية في دائرة الشغل كل لمسة بلمسها يا رب نعمة تنسكب نعمة تنسكب من كل ابتسامة يا رب حدوس بنزين حدوس مش حدوس فرامل لا فرامل فيما بعد لا فرامل فيما بعد لا فرامل للإيمان لا فرامل للنعمة لا فرامل في حياتي باسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع في كل ما تمتد إلي يدك خليه يا النعمة تنسكب باسم الرب يسوع كل ابتسامة كل سلام كل مكلمة كل علاقة لتزداد نعمة ربنا جدا لتزداد نعمة ربنا جدا لتفيد نعمة ربنا جدا لأن هناك حصاد 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 حصات كثير باسم الرب يسوع أهراؤنا ملآنا اعلن معايا هنختم هذا الوقت بالآيات التي تقرد أهراؤنا ملآنا مخازننا مليانا تفيد من صنف فصنف مخازننا ملآنا تفيد من صنف فصنف بنونا مثل الغروس النامية بناتنا كأعمدة الزوايا منحوتات حسب بناء هيكل بقرنا محملة لا اقتحام صلي معايا الآية دي لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى في شوارعنا لا اقتحام لا هجوم ولا شكوى في شوارعنا توبى للشعب الذي له كهذا توبى للشعب الذي رب إلهه 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 هللويا هللويا أرى أعلام أرى في روحي أعلام أعلام عهد أعلام عهد بتغطي الشباب بتغطي الأزواج والزوجات بتغطي الخدام بتغطي دوائر الخدمة المتنوعة والخدمات المتنوعة والكنيس المتنوعة أرى أعلام أعلام نعمة من أجل حصاد أعلام الملك بتغطي الخدمات فيه خدمات شباب هنا فيه كنايس متنوعة وبتفرج علينا أرى أعلام أعلام نقلة أعلام اختراقها أعلام حصاد للزمن اللي جاي أعلام عبور وامتلاك باسم الرب يسوع لا فرامل فيما بعد لا فرامل فيما بعد لا فرامل فيما بعد باسم الرب يسوع أمين